موسيقى بين هدم للمنازل وحصار للبلدات والقرى وتصعيد في الاعتقالات تحاول إسرائيل جاهدة أن توقف هبة الفلسطينيين حتى وإن كانت فردية هي عقوبات جماعية تحضرها تذاقية الجينيف الرابعة وهي جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي القانون الدولي الإنساني ينص بوضوح على ذلك وهكذا أيضا مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة أكدت أنها تشتبه بوجود جرائم حرب بسبب هذه العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وعليه على الأمين العام للأمم المتحدة أن يدين هذه السياسة وأن يفرض على سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإقلاع عنها ومحاسبة إسرائيل طالما هي مستمرة في سياسة العقاب الجماعي دون توقف وفي الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال في حصاره لبلدة يطا جانبي الخليل لليوم الخامس على التولي بعد تنفيذ اثنين من أبنائها عملية في تل أبيب فإن السياسة العقوبات الجماعية أصبحت برأي الكثير من المراقبين مزادا في سوق التنافس المتطرف بين الوزراء الإسرائيليين وأن إسرائيل مستمرة في النهج نفسه بأن ما لا يتحقق بالقوة يتحقق بقوة أكبر منذ قيام إسرائيل وهي تؤمن بالقوة وما لا تحققه القوة يحققه المزيد من القوة والعقوبات الجماعية تندرج ضمن هذا الفهم مدام هناك شعب فلسطيني على أرض فلسطين ولا يزال مصمم على التواجد وعلى المقاومة وعلى تحقيق أهدافه إذن هذا أكبر فشل للمشروع الصهيوني ولإجراءات وسياسات إسرائيل المختلفة وتنتهج إسرائيل سياسة هدم المنازل منذ سنوات طويلة بحجج مختلفة منها بحق من تتهمهم بأنهم شاركوا في عمليات ضدها ومنهم من تدعي بناءهم لمنازلهم دون ترخيص والقائمة تطول في سياسات العقاب الإسرائيلي من حصار وحواجز وإغلاقات ومصادرة للأراضي لتلفزيون وطن فارس الملكي اشتركوا في القناة